اليوم عم بصير يعني هون اليوم في معركة اعلامية كتير كبيرة معركة على السوشال ميديا كتير كبيرة عم تتغربة المواقف عم يعني بموضوع فلسطين عم بحكي في ناس عم تحكي في ناس عم تخاف تحكي في ناس عم توصل الصورة صح في صور عم تضحض الأكاذيب وبالتالي بالمقابل فيه أكاذيب عم ترسك حقايق شو معركتنا اليوم؟ معركتك كمصور صحفي بظن الموضوع الفلسطيني هو تعدى من يكون مسألة سياسية أو حتى مسألة بتعنينا بس هون بالمنطقة هو صار مثل الموضوع إنساني عالمي فصار مثل الموقف من فلسطين هو موقف أخلاقي يعني تحكي معي حيالله إنسان شو موقفه من العنصرية شو موقفه من ساوس أفريكا شو موقفه من اللي صار مثلا بأمريكا مع السود يعني هي كلها مواقف أخلاقية هيدا فالما عنده موقف من فلسطين يعني أخلاقية بيكون سائت كالإنسان يعني بطل موضوع سياسي يعني الناس اللي قرروا ما يحكوا بقلوا لك بدي أحفظ أنا ما كانت سائتوا أخلاقية طبعاً طبعاً هذا موضوع منه سياسي ولا موضوع فريق فوتبول أنت عبتشجع معي فريق موضوع إنساني وموضوع كتير واضح يعني 23 نحن عجبك موقف محمد صلاح بعد سكوته رجع طلع وحكى نعم طلع عافية كل واحد بيحكي مش رح نقله لا مفضل إنه يعلى الصوت أكتر طبعاً مفضل يكون واضحين موفاء العالم موقف الحيادة نوعاً ما مش موقفه موقف حد ذاته الحيادية هو أنت بتأخذ الطرف الآخر لأنه الموضوع بسكون في مزر عم تصير قدامك ما مفروض تكون حيادي عملت أنفولو لكتير ناس مشاهير طبعاً مين المشاهير اللي سقطوا من عينك أو اللي سقطوا إنسانياً عم بتقول موقف إنساني يعني في مشاهير أجاني يمكن أن عمل أنفولوه على إنستار مثل مثل كل مواضيع الإنسانية وعندها مدنامج إنساني إنه أتوقعت تأخذك موقف يعني مثل عن فلو اللي تمعرف كمان في البعض منهم بس إنه منه عزر هيدا صرنا بعالم سوشيال ميديا في أفتح التليفونها خمسة دعاية شو مهمتنا بالمقابل؟ طوعية يعني أنا مش بس مهمتي أطرح موقف ومكون حيادي مهمتي كأعلامية كصحفية كمصورة وصل حقيقة تجاه القضية الفلسطينية شو مهمتك اليوم زينا؟ إنه صعب نوصل القضيبة سهيل مش إنه منا صعب بقى يعني شفنا حرب أوكرانيا من سنة العالم ما كان كل عالم لحالة كلها فاتي وتلاقي المعلومات البدايها تهي العالم المبدا حتى الأعلام الغربي هلأ دائما كنا نحن هون يعني بيشتغل بيدرس أعلام بلبنان كان إنه اللوكل نيوز الأعلى شوه يروح على سيان آن بي بي سي هذا يعتبر نعم الحلم الأدوار الحلم آه بس طلع هيك إنه لأ طلع الإعلام الغربي كوسة يعني إنه كوسة؟ يعني بيحدر سيان آن أنا عم تعتمد كلمة له طلع إداما جندي عم بيقلها إنه نحن عم نقتل مدنيين تكمل تعادل هذه الصحافة ترجمة نانسي قنقر